أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تتضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الفرنسي سيفان سيجورنيه الذي أشاد بدور مصر في جهود الوسطى استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد استفان سيجورنيه وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الفرنسي حرس على نقل تحية الرئيس ماكرون للسيد الرئيس مشيرا إلى أن الرئيس ماكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهم في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع السيد الرئيس على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة وفي هذا الإطار أشاد وزير خارجية فرنسا بالدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوسطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية والوصول إلى اتفاق يحكن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد مؤكدا أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار ومنوها إلى مسئولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية والعمل المشترك لتطوير وتعمق أطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين